هذا ويستأنف مجلس النواب العراقي اليوم مناقشة الملف الأمني وتدعية الهجمات الأخيرة التي شهدتها بغداد حيث من المقرر أن يشارك في المناقشات وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني وأشار عدد من النواب العراقيين إلى أن الجلسة ستشمل طرح أسئلة على الوزراء وللسماع إلى إجاباتهم مستبعدين وجود توجه لسحب ثقة عنهم في الوقت الحالي